اهلا بكم انا الدكتور احمد وفي الفيديو ده عايزين اتكلم مع بعض على ايه اهم الاضرار الصحية اللي ممكن تجيلي من دقيق اللوز او حليب اللوز يلا بينا نفهم تغذية مع بعض واندرد شوية في قصة حليب اللوز و دقيق اللوز الحقيقة الفترة الاخيرة زاد جدا اتطلب على بديل لديقي القمح لاني زي ما حدوك عارفين عندنا ناس عندها مشكلة مع الجلوتين اللي موجود في دقيق القمح اللي بيسبب حساسية لبعض من الناس ده بالاضافة ان في ناس مشي على ضايت معين زي اللو كارب او الكيتو اللي مش عايزين الكربوهيدريت خالص او كمية قليلة جدا من الكربوهيدريت والناس اللي عندها ايضا السكر اللي من النوع التاني فدول دايما بيكون محتاجين ان هم ياخدوا كمية كارب او كاربوهيدريت قليلة جدا في الوجبة ولذلك كان محتاجين بديل لديقي القمح لانه طبعا كمية النشاويات في دقيق القمح كبيرة جدا فالحقيقة مصانع الاغذية على طول تلقت هذا الديماند او الطلب اللي في السوق وبدأت على طول انها تشوف بديل ينفع للناس انها تستخدمه بدل دقيق بتاع القمح وكان الحقيقة من اكبرها واشهرها استخداما هو دي اللوز اللوي على الاختيار ان يبدأ استخدامه بدرجة واسعة جدا في السوز ونفس الحكاية حصلت في الحليب بس طبعا زي ما احنا اتكلمنا قبل كده ان اغلب اللي طالع على الحليب للأسف جيد كلها كلام غير صحيح فبرضو عملوا كبديل لي للناس اللي بعضهم اللي هم عدد وايل عندهم حساسية اللاكتوز فعملوا ليهم ما يسمى بيه حليب اللوز كبديل ليه طيب في الفيديو دا عايزين بسرعة كده نتكلم مع بعض ونشوف هل فعلا اختيار اللوز كبديل لدقيق القمح او كحليب بدل الحليب الطبيعي كان اختيار موفق ولا في بعض المشاكل الصحية اللي ممكن تخلي الاستخدام ده ليس هو الاختيار الامن خلينا نتكلم الاول كده اللوز عادة اصلا هو عبارة عم الكسرات لو اي واحد فينا حاب ياكل منه كمية حياكل قد ايه مثلا يعني حياكل حضرتكوا قدروا تاكل قد ايه كمية لوز حابات لوز قد ايه عشر حابات مثلا 20 حابة لوز 30 حابة لوز في اليوم الموضوع 30 كتير صح 40 كتير برضو كتير ما اظنش ان حد يقدر ياكل 40 حابة لوز في اليوم طيب حضرتكوا عارفين كباية الدقيق الوحدة كباية دقيق اللوز الوحدة بتتعمل من كام حابة لوز 90 حابة يعني عشان اطلع بكباية دقيق باخد 90 حابة من اللوز عشان اضحنهم واطلع منهم دقيق اللوز او من لبن عشان اعمل لبن اللوز او حليب اللوز بيقول طبعا ما يفعش يتسمى حليب ان هواش حليب اصلا يعني لكن خليلا نقول ايه لبن اللوز عشان اطلع منه لبن بعمل يباخد 250 جرام من اللوز وحط عليها كبايتين مية 250 ملي طبعا كمية كبيرة جدا ايضا من اللوز يبقى بداية كده قبل ما نتكلم على المشاكل الصحية شفنا ان الكمية المستقدمة اصلا منه زيادة يعني ايه يعني لما هاخد دقيق لوز او هاخد لبن اللوز ده يبقى انا بعمل احنا بنقول عليه يعني باكل كمية كبيرة منه غير محسوب عشان كده بيسموه ايه بيسموه انه بيعملي يعني ايه يعني بيغدعني لان انا لو خدت كباية دقيق عملت بيها بان كيك واحدة مثلا او حاجة وهكولها عادي خالص ده مش هيباني ان انا كلت 90 حباية لوز ليه لاني لو انا كلت 20-30 حباية لوز الجسم هيقوللي كفاية كده ووقف انما لو انا بتكلم على دقيق لا الجسم مش هيحس وبالتالي هعمل منه استهلاج زائد طيب خلينا نشوف بقى لو انا استهلكت استهلاج زائد حتى اقل من 90 حباية دول في اليوم من اللوز ايه الاضرار الصحية اللي ممكن تظهرلي اول ضرر هيظهر عندي اني احنا عارفين ان فيه احماض دهنية بنسميها اوميجا سيكس وحاجة بنسميها اوميجا سري عارفين ان اوميجا سيكس دي زيادتها في الاكل بتعمل مشاكل صحية كتيرة جدا اهمها انها بتشجع جدا التهاب او الانفناميشن بتعمل التهاب او بتشجع حدوث التهاب في الجسم بدرجة عالية جدا زائد انها بتعمل مشاكل في البرين بتعمل مشاكل وتسبب امراض القلب على فترة طويلة ولذلك دايما كل الناس بتوع الفود والنيوتريشن بتوع الاكل الغذاء صناعة الغذاء والعلماء الغذاء والتغذاء بيقولك ايه لازم يبقى عندنا دايما نسبة في اكلنا ما بين الاوميجا سيكس الى الاوميجا سري الاوميجا سري دي مفيدة جدا 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 وبتحاول تعكس الظواهر الغذاء الصحية اللي بتعملها الاوميجا سيكس يبقى انا دايما عايز في اكلي التوازن يبقى لصالح الاوميجا سري لانها هي اللي احسن في الصفات الصحية بتاعتها على الجسم عشان كده قالك ان احنا دايما عايزين في اي اكل ناكله يبقى التوازن ما بين الاوميجا سيكس الى الاوميجا سري اللي بتجيلي من اي مصدر فيه دهن تبقى من واحد لتلاتة واحد لاربعة اقصى حاجة يعني الاوميجا سري تبقى واحد والاوميجا سيكس تبقى اقصى حاجة اربعة طيب عارفين حضراتكم اللوز اللوز من اغنى المكسرات اللي ربنا خلقها في ما يسمى بالاوميجا سيكس او الاحماض الدهنية اللي من نوع الاوميجا سيكس اللي هي هي اصلا احماض دهنية ايه بنسميها يعني عديدة عدم التشبع فيها روابط مصدوجة كتير جدا جدا روابط المصدوجة دي بتساعد جدا على انها تعمل ايه تعمل انها حاجة بنسميها الشقوق الحرة ودي بتعمل مشاكل كبيرة جدا في الجسم ولذلك النزمة ما بين الان سيكس الى او الاوميجا سيكس الى الاوميجا تلاتة في اللوز الفين الى واحد يعني كمية كبيرة جدا 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 عن اللي انا مفروض اخدها اللي احنا قلنا عليها تلاتة الى واحد من تلاتة وصلت لالفين مقارنة مثلا بحاجة زي مكسرات اخرى زي اللي منقول عليها مثلا عين الجمل هتلاقي يعني الجمل تلاتة الواحد قريبة جدا من النسبة الطبعية انما اللوز الفين الواحد ولذلك فهو مرتفع جدا في نسبته من الاحماض الدهنية اللي من نوع الاوميجا سيكس وده خطر عالصحة جدا لو انا كترت منه ليه لانه هيساعد على حدوث التهابات كتيرة في الجسم يبقى دي اول مشكلة المشكلة التانية بنسميه نوع من انواع الاغذية اللي بتضر الغدة الدرقية ليه بتضر الغدة الدرقية بتسبب فيها تضخم وتسبب مشكلة في امتصاص اليود وبالتالي بتعمل مشكلة كبيرة جدا وهو غني في هذه المواد اللي هي بتسبب مشكلة للغدة الدرقية وبناء عليه لو انا كترت او عملت او خدت كمية كبيرة من اللوز في الاكل بتاعي في اليوم الواحد فده متوقع جدا ان يعمل مشاكل للناس اللي عندهم الغدة الدرقية او عندهم مشكلة في الغدة درقية ولازالك الناس دي اصلا فيهم بتاكلش كمية كبيرة من اللوز اساسها مش بس كده حتى الناس العاديين بتقلل استخدام اليود في الجسم فبتسبب مشكلة يبقى هو من الاغذية اللي احنا قلوه عليها جيتروجينيك هي بتأثر على الغدة الدرقية وبتسبب فيها تضخم يبقى ده رقم اتنين رقم تلاتة اللوز من المواد الغذائية اللي فيها نسبة عالية من الاوكسلات وكلنا عارفين الاوكسلات دي بنسبة كبيرة بتسبب مشاكل اهم الحكاية دي ايه مشكلتين انها بتربط بعض الاملاح المعدنية في الوجبة بتاعدي زي مثلا الكلسام والمغنيسوم بتربطهم بتخلهمش ومتحين للامتصاص بدرجة كافية الحاجة التانية كمان انها بتسبب مشاكل كبيرة في الكلا زي ما احنا شايفين البحث ده كده هو بيقول ايه اللوز بيسبب فشل كلاوي ليه لان الميت جرام منه فيهم تقريبا ربعمية تمانية وسبعين مايكرو ميلي جرام من الاوكسلات فده كمية كبيرة يبقى الناس اللي عندها مشاكل في الكلا ماينفعش ابدا تاخد لدقيق لوز ولا حليب اللوز ولا حتى الناس العاديين لان ممكن يبقى انت عندك الرزك بتاع الكلا دي وانت مش عارف يبقى تاني الزيادة منه ما تنفعش نهائي رقم اربعة من اضرار زيادة استهلاك اللوز انه بيسبب حساسية شديدة جدا فاحيان كتير بتبقى بتسبب انتفاخات منوع من انواع امساك ساعات ليه لان فيه ناس عندها حساسية من المقصرات بس بتزيد جدا فيه اللوز بالذات عن باقي المقصرات خاصة لو انت اكلت منه كمية كبيرة اللوز بيحتوي على حاجة اسمها السيانوجينيك لايكوسيديز وده بينتج حاجة اسمها الهايدرونسينايد والمادة دي سامة جدا 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 للجسم موجودة فيه كتير من المقصرات ولكن بالنسب قليلة يتفوق او اكبرهم او اكترهم اللوز موجود فيه المادة دي دي مادة شديدة تصمية كلنا عارفينها تعارف طبعا كلمة السيانيد دي كلمة سامة جدا او يعني مادة سامة جدا ده موجود في اللوز من اكتر المقصرات اللي فيها المادة دي ومش بس كده لما انت بتاخده في صورة دقيقة او حليب معناها بتاخد كمية كبيرة منه وبالتالي ممكن يحصل ايه ممكن يسبب هذا النوع من انواع التسمم اللوز كمان بيحتوي زي وزي كتير من الحبوب او المقصرات على مادة بتصبت انزيمات الهضم المشهورة عندنا في جسمنا وبناء عليه لما انت تاكل حاجة بتصبت انزيمات الهضمة عندك في الجسم لو كميتها صغيرة شوية والانزيمات بتقدر عليها وتهضمها انما لما تاكل كميات كبيرة عشان تاخد انت كباية دقيقة فيها 90 حبة من اللوز فانت معناه ان انت كترت جدا من كمية المصبتات اللي هتاكلها اللي هتصبت عمل انزيمات الهضم وبناء عليه اللوز مش هيتخدم بشكل كافي وحيسبب لك مشاكل كبيرة جدا في الماعدة انتفاخات وتعب وقصص كبيرة جدا 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 يعني صعوبة في التنفس وزيما وساعات عندهم كتتحس ان في تزييق كده في النفس في بعض التغيرات في الظروف لاوا ان اللوز بيتريجر الموضوع ده بقوة يعني بيسببوا بقوة لو انت عندك اصلا نوع او انت من النوع اللي عندك الازمة دي او بتجيلك من نوع تلالتاني ازمية ازمة تنفسية فاللوز بيزودها جدا 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 اللوز كمان لقوا انه لما حد يكون عنده حساسية لاكتوز وياخد لوز فده بيعمله نفس الحساسية او نفس المشاكل اللي بتجيله من حساسية اللاكتوز يعني ازا كان عند حد اصلا عنده حساسية لاكتوز في الاساس هيبقى عنده حساسية غالبا برضو من حليب اللوز ليه لانه في مادة بتأثر على او بتسبب الحساسية دي في الجسم عايزين ناخد بالنا من حاجة تانية كمان بالذات في حليب اللوز حليب اللوز اللي في السوق لو انت هتشتريه طبعا ده اغلب الاحيان ما بيبقاش مجرد لوز وتحط فيه او لوز التحن وتحط عليه مية واتاخد السيرب بتاعه او اللبن بتاعه لا خالص ده بيبقى عليه مواد صناعية كتيرة جدا زي الليثيثين بتاع فول الصوية وزي حاجة اسمع الكراكتجينين ودي مواد كلها في انتهر خطورة وفيش بس كده في احيان بيضيفه سكر بشكل انت ما تشعرش به يعني انت لو دوته كما تحسش انه بسكر بيضيفه كميات سواء من السكر يبقى انت عملت ايه في الاخر خدت سكر بقى من السكر اللي هو يعني ليه زي ما كلمنا قبل كده غلساميك اندكس قليل لا ده انت خدت سكر السكروز اللي هو مشكلة كبيرة جدا في اللبن فانت بتاخد حاجة مصنعة ما بتاخدش حاجة طبيعية لبن اللوز اللي في السوق ده مش طبيعي ده مادة مصنعة مضاف اليها حاجات كتير من مكسبات الطعم والريحة والمواد اللي بتائله في القرامة عشان تديك احساس انه هو لبن حقيقي لانه هو طبعا بيبقى خفيف ما يبقى ازل لبن حقيقي ده غير انه لبن اللوز اصلا فقير جدا في البروتين مفقوش بروتين كتير يبقى شفنا اهم الاضرار اللي ممكن تجيلي من زيادة استهلاك اللوز في اليوم الواحد طيب هل معنى الكلام ده ان اللوز مضر اطلاقا اللوز مش مضر لو انا بكله كم كسرات عارفين حضراتكم التوصيات بتقول المفروض اخد كام حباية اللوز في اليوم وما فيش ابحاث علمية قالت ده لكن علماء الاخذية متفقين على ان مفروض ما زودش من 10 ل 15 حبة في اليوم اكتر من كده فانا بعرض نفسي للاقطار الصحية كتير اللي انا قلتها خد بقى لحضراتكم ان انا نقيت بعض الاخطار مش كلها حسيبة حضراتكم تحت لنكات بكل المصادر اللي فيها يعني 5-6 قدرات تانيين انا الحقيقة ما قلتهمش علشان ما خليش الفيديو طويل يبقى الخلاصة يا جماعة ان دقيق اللوز لا يعتبر بديل امن لدقيق الامح ليه؟ لاني انت بتعمل منه كده بتاخد كمية كبيرة منه كبيرة منه في اليوم وده ليه اضرار زي ما احنا شفناها او شفنا جزء منها نفس الحكاية الحليب اللوز لان انت بتاخد كوباية 52 جرام تحط عليها كوباية 52 جرام تحط عليها كوباية 2 مية ده كمية كبيرة جدا من اللوز ده غير طبعا التجاري منه في مواد مصنعة كتير ده ضر اصلا بالصحة يبقى الخلاصة لا يصلح دقيق اللوز او حليب اللوز كبديل للمنتجات الطبيعية سواء كان اللبن او سواء كان دقيق الامح هل دقيق الامح مضر؟ طبعا دقيق الامح لبعض الناس مضر انما انا ما استبدلش حاجة مضر بحاجة قد تكون اكثر ضررا لان ربنا ما خلقناش عشان ناكل اللوز ما خلقش اللوز عشان ناكله بكميات كبيرة كده في اليوم زي ما اتفعنا انت لو خدت 30 حباية هتلاقي نفسك حصلك امتلاقي منه مش قادر تكمل انما زي ما شفنا انه بيخدعك لما تحطه في صورة دقيق لانه يبتطحنه وبتحسش به بتاكله في صورة منتج اخر فانت بتعمل منه ايدك او بتاكل كمية كبيرة منه دون ان تشعر وبالتالي هتحصل المشاكل الصحية اللي احنا قلنا عليها اشكركم جدا ويا رب يكون اتضح قد ايه استهلاك كمية كبيرة من دقيق اللوز او من لبن اللوز ممكن يعمل لك مشاكل صحية كتير جدا وطبع الحاجات دي دايما بتبقى على الفترة الطويلة يعني انت لما تاخد كمية كبيرة من الاكزلات مش حبان في ساعتها دلوقتي العملية بتتراكم لما تاخد كمية كبيرة من الهادن سيانايت داود او المادة السيانيت دي مش حبان في ساعتها الحاجات دي بتتراكم وتوصل لتركيز حرك بعد شوية بتعمل مشكلة يبقى اذا انت مرة حاجة مخبوزة من دقيق اللوز مرة او اتنين لك ما يفعش بقى ده بديل بتستخدمه بشكل يومي او بشكل حتى اسبوعي بدل الديي الامح ما ينفعش انهائك الحكاية دي شكرا جزيلا واستأذنكم تنشروا الفيديو ده عشان الناس تعرف لان الموضوع ده بدأ يستهلك بكمية كبيرة جدا جدا والناس متخيانا هم اللي هوش اي نوع من انواع الاضرار ياريت تنشرها عشان الناس كلها تعرف وشكرا في الفيديو القادر من شاء الله ومع السلامة اشتركوا في القناة